السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا قالوا ادراك راقي مدرب من منتخب الوطن المغربي إنه سيعتمد على تجربة بعض اللاعبين في مباراة جنوب أفريقيا اليوم السبت لافتان في الوقت نفسه إلا أن كل المنتخبات تطمحوا حاليا للتخلب على أسود الأطلس بعد المصر ديالهم في نهائية كأس العالم وأوضح الرقراجي في الدول الصحفية التي سبقت مقابلة الغد سنجرب بعض اللاعبين لنقف على المستويات ديالهم الأهم بنسبة لنا هو أن نختتم الإقصائيات بشكل إيجابي نحن في نهاية الموسم وندرك أن اللاعبين يريدون نيلة إجازتهم بينما آخرون يفكرون في المركات وقال لكن حاليا سنخذ هذه المباراة بعدها سنخلد إلى الراحة قبل حلول شهر ستنبر الذي سترتفع فيه وطير التحضيرات على أمل بلوغ الجاهزية التامة في كأس أمم إفريقيا التي نريد تألق فيها وتحقيق نتائج إيجابية ندري أن مباراة الغد ستجرى وسط ملعب مملؤ عن آخره بالجماعير الآن كل المنتخبات تنتظروا وتطمحوا للانتصار على المغرب يستطرده قائد العرضة الفنية للمنتخب الوطن المغربي وتقام مواجهة جنوب إفريقيا والمغرب يوم السبت انطلاقا من الساعة الرابعة بمدينة جوهانسبورغ لحساب تصفية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الكوديفوار علما أن كل المنتخبين ضمن عبرهما إلى المسابقة كشف مدرب منتخب الوطن المغربي ويدريقراجي عن الأسباب التي دفعته إلى السماح لللاعب بالمغادرة معذكر أسود الأطلس مشيلا في ذات الآث إلى أن يتعدم الدفع بأسماء مثل ياسين بونو ويسن صيري أمام جنوب إفريقيا لإفساح المجال لإقحام لاعبين أخرين وقال ناخب الوطني فندوى الصحفية لغاية سبق اللقاء أكبر تحدي بالنسبة لي والطاقة من فني ومحاولة تفاهم إكرهات اللاعبين مثلا سوفير المرابط خاضت 150 مباراة هذا الموسم ولذلك تركت ويغادر المعذكر لن يلعب غدا لأنني لا أريد أن أخاطر بلعب منهك دينيا ومرشح للتوقع لفريق جديد وقال إنني أرى مصلحة لعبين ومنتخب لذين أسماء مثل بونو وانصيري الذين قد لا يشاركني غدا لأن الأهم بنسبة لي هو تفادي الإصابات ورؤية أسماء أخرى فإذا لم أدفع بهما في مقابلة خالية من المخاطر متى سأقحمهما إذن ومن المنتظر إذن أن يعتمد الرجراجي في مقابلة يوم الغد إلى الجزج بلعبين لم يحصلوا على دقائق لعب كثيرة في وقت سابق مثل طريق سداني وإليا الشاعر ووليد شديرة يذكر أن المواجهة تندرجوا في السباق تصفيات كأس أم أفريقيا الكوديفور في عشرين وقد حسم المغرب وجنوب أفريقيا سلف العبور ديالهم إلى المؤمنة الفاسة بعد تأمين عدل لعب بيرل في الكنز الألماني قريب من تمتيل منتخب الوطن المغربي وذلك الابتداء من شتن في المقبل قبل خوض غيمار كأس أم أفريقيا كوديفور في عشرين وكشفت صحيفة بيلد ألمانية أن عدلي سيتلقى دعوة من المنتخب المغربي في شنطن بالمقبل وذلك لخوض مباراة لبيريا في تصفيات كان عدلي وكان عدلي قد تحدث سابقا عن موضوع سياري بين المغرب وفرنسا قائلا سأقول شيئا عن هذا الموضوع عندما يحيين الوقت المناسب يشار إلى أن أمين عدلي يستعدوا للمشاركة في كأس أم أوروبا للشباب رفقة المنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة خلال الفترة الممتدمة بين 21 يونيو و8 يوليوز في جورجيا ورومانيا كساس فتبع التقارير الإخبارية أن اللاعب الدول المغربي سوف المربط يتواجد في العاصمة مادريد من أجل التفاوض حول انتقالها من فرنسينا إلى وجهات المقبلة وأوضحت إداعة ليد راديو الإيطالية أن سوف المربط سفرها من مدينة فرنسا إلى العاصمة الإسبانية مادريد ليدة أمس الخامس من أجل التفاوض مع النادي الإسبانيين المهتمين به وهو مبارسلونة واتلي تقوم مادريد وكل بلغ من عمر 29 سنة قد شارك في ودد المنتخب المغربي ضد نظري الرأس الأخضر وانتهت بالتعادل صفل صفر قبل أن يتم إعفاؤه من خوض المبارسل الأفريقية في تصفية سمم أفريقيا كوديووار 2023 لحسم انتقاله من فرنسينا في المركات الصيفي يشار إلى أن تقاري إيطاليا أكدت أن فرنسينا لم يسمح برحيل أمراض بأقل من 30 من يونيوورو علما أن عقده مع النادي يمتد إلى غاية يونيو 2025 تويج المنتخب الوطني المغربي بلقب كأس العرب لكرة القدم داخل لقاعة عقب انتصارية على نظري الكويتي يوم الجمعة بسبعة أهداف لواحد افتتح إسماعيل أمزال حصة الأهداف تقائق الأولى في الشوط الأول قبل أن يضيف سوفيان شعراوي الثاني ثم يسجود الهدف الثالث ووصل أسود الفوتسال سيطرتهم على أطول المباراة حيث نجحوا في إضافة الهدف الرابع عن طريق خليد بوزيد ثم الخامس من توقع سوفيان بريط واستمر بحث النخب الوطني على المزيد من الأهداف خلال الشوط الثاني ومتأت الكتيبة سيشا مدكيك إذ أضاف الحارس رد الخير للهدف السادس قبل أن يأتي الهدف السابع عن طريق سليمان العمران من هدف عكسي ولم ينجح المنتخب الكويتي في الوصول إلى شباك الفريق الوطني إلا في مناسبة واحدة سجل منها الهدف الوحيد عن طريق عبد الرحمن الطويل ويعد هذا اللقب العربي الثالث في تاريخ المنتخب الوطني المغرب لكوات القادم داخل لقاعة والثالث على التوالي التويجة في نسختي 2021 و2022 واحتل الوصفة في سنتي 1998 و2005 قبل رجل الأعمال السعودي عبدالله بن عودة من الرغبته في تسمر بنادي الوداد الرياضي بعد النجاحات التي حقها الفريق الأحمر في سنوات الأخيرة وقد رجل الأعمال السعودي عبدالله بن عودة في تصريح صحفي يوم الخامس أنه من محيب الوداد منذ زمن طويل لأنه نادي معروف وهو من أعراق الفريق العربي والقرية وأكثر يتتوجد من مرة على مرة السنوات وقال أتمنى أن تكون هناك مرونة في قبول انضمام نادي شركة الوداد فأنا مستعد لاشتغال رفقة رئيس نادي سيد النصيري ونستمر جميعا بحظ النزائج الإيجابية والسير بخطة تابتة لما نستسمو إليه مكونة هذا النادي العرق وقال لم أتواصل مع النصيري بحكم تولي المباريات وأنتظر نهاية الموسم لتقارب الرؤى بيننا لدي وكيل أعمال في المغرب ومن يقوم بهذه الأمور لكنني كنت حريصا على عدم القيام بأي شوشرة بالنسبة للجمهور واللاعبين في الفترة الماضية وقال الاستثمار في الوداد فخر لأي شخص لكونه النادي الأكثر حظر للألقاب محليا والأفضل في التنسع السنوات الأخيرة لقد اخترته لأنني أعرفه فهو الأول عربيا وقارريا في السنوات الأخيرة وهو الذي يسيطر على وضعي حاليا وأخذ سما بن عودة حديثة وقائلان إذا وفق النصيري أن نشتغل مع بعضنا البعض سنسعى للوداد فريقا يضاهي أكبر الأنديل العالمية أنتظر التواصل مع النصيري قريبا ليكون هناك عمل مترك بنا وسنرى كيف سيكون الوداد